اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيد على خطة جمعية كبار السن التي تضمنت جملة من اتجاهات عملها للفترة القادمة باتجاه إنشاء لجنة وطنية لرعاية كبار السن وتطرق اللقاء الذي ضم عددا من أعضاء الجمعية بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية في الوادي والصحراء الدكتور عبدالله باقهام إلى إنشاء نادي لكبار السن تحت مسمى نادي الإكرام وإعطاء الجمعية صبغتها القانونية لتمثل كبار السن في الوادي وأكد الوكيل السعيد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للجمعية